لا يزال قتل المدنيين وقصف الأطفال في منازلهم هو ديدن مجرم الحرب حفتر وميليشياته بمساندة الطيران الأجنبي الداعم له لم تمضي سوى أيام على فاجعة مجزرة الفرناج التي راح ضحيتها ثلاثة أطفال ألام تقطع الجسد وحزن ينخر القلب وأنين وبكاء يملأ الأعين كيف لا وأطفال في عمر الظهور يقضون نحبهم نتيجة أطمع عجوز خرف لا هم له إلا تدمير الوطن وقتل أبنائه اليوم الثلاثة استيقظ أهل العاصمة طرابلس وتحديدا منطقة صلاح الدين على وقع قذائف وصواريخ راح ضحيتها طفلتين روان وجمانة وإصابة آخرين من عائلة واحدة الصادق الكحيلي رئيس مجلس النواب أدان مقتل الطفلتين وأدان قصف مجرم الحرب حفتر للمدنيين والبنى التحتية للدولة مستغربا في بيانه عن صمت رئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة والمجتمع الدولي عن هذه الجرائم البشعة والأعمال الإرهابية حرب ضروس لم يسلم فيها الآمنون في بيوتهم فإلى أين المفر؟ وإلى أين الذهاب؟ ومتى سينعم أطفالنا بوطن زاهر تقام فيه العدالة والحرية والأمن؟